مرحباً مشاهدي أنفاس بريس في هذا اللقاء لقاء جديد ضيف أنفاس بريس اليوم معنا ضيفين كريمين وصفوا نناقش قضية من الأهمية بمكان قضية الحزب المغربي الليبرالي أو أفواً الحزب المغربي الحر اللي كيعرف واحد حركة صحية من أجل التغيير ومن أجل الإصلاح كما رفعته الحركة صحية معنا سي أنور بن بجمعة اللي هو رئيس الحركة الصحية وفي نفس الوقت عضو المكتب السياسي الحزب المغربي الحر أهلاً وسهلاً ومرحباً بك تحية خاليصة معنا أيضاً على يصاري الأستاذ محمد جابير رئيس الحزب رئيس الحركة الشبيبة للحزب المغربي الحر أهلاً وسهلاً ومرحباً بك مرحباً بك سي بن بجمعة بخير الله حفظك كيف غادين معاً كورونا؟ الحمد لله إحنا غادين إحنا غادين إحنا صابرين شوية كورونا غادين الحمد لله الحمد لله سأناور نريد أن نعرفه أولاً أنت رئيس الحركة الصحية داخل الحزب المغربي الحر فكيف بدأت هذه الحركة وماذا هي الأهداف ديلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولاً الحركة الصحيحية جاءتني أجل الإصلاح والتغيير بعدما تبين أن القيادة غادية فواد والمناظرين غادية فواد وبعد التصريحات والخارجات الغير محسوبة بعد الحماقات بعد توجهة الخاطئة بعدما ألقنا أن هناك تيار غير حاكم يقود بعشوائية وما عندوش من ضابط لا سياسياً ولا إذانياً في التوجيه وبدأ الخلط بينما هو مهاني وما هو حزبي بينما هو شخصي وما هو حزبي إذان ديك اللحظة وبعدما تصفتنا إن دارعت تكلمنا وتواجهنا وقالنا وديها تشير اللي غادية نفيحنا رمي لا يبشروا بخير لكن هناك تعنوت فكر شوفيني فكر تعنوتي فكر ديكتاتوري بغي فرض الرأي دي لواحد في غياب المكتب السياسي في غياب مناضلين الشرفاء والمناضلات في غياب المجلس وطني إذان اضطرينا بعد معاناة طويلة وبعد إخفاقات من البداية في الاستحقاقات القديمة قلنا نحبسوا هاتشي نخرجوا الواقع بحركة تحيحية لأننا ما قلناش في مواجهة شخص ولنا في مواجهة قرارات صادمة لأننا لا قلنا تبعين ديك القرارات تقدر تخرج البينا الشيهاوية وحنا كأيطار حزبي كمؤسسة دستورية تتنباطق على الاحترام واحترام الآخر وضبط ما هو سياسي بعقلانية وبتفكير حاكيم وفهم واحترام الآخرين احترام النقد احترام توجهة ديالهم واحترام المؤسسات واحترام الوطن احنا كحزب نرملاً مخصاً نمشي وتأطير الشعب يعني بتدبير وبحكمة وهي رسالة تؤدي دورها في تعليم وتهديب وتتقيف ونمشي ونأطروه فيما يخص العمل وتشغيل وتطبيب وما إلى ذلك في مجال سياسي طلاقاً من هذا الجواب سي أنوار انتقلوا أيضاً الضيف الكريم معناسي محمد جابر رئيس شبابة الحزب في جهة الدربة بالنسبة لكم التأطير وماذا كان عندكم هذا المهم ما داخل الحزب المغربي الحر وماذا هي إمكانية التي كانت تعطيتكم بالفعل كانت عندنا مهم لأن الشباب خصوة تأطير سياسي تقافي الشماعي رياضي لكي يكون نشأ لأحد شاب أنه يعرف في البلد مهمة لنا كان مؤتمر جيهاوي في 2018 مؤتمر جيهاوي للشباب كان في المركب الحي ملاشيد وكانت تعطيت نوعه تم وكان من الأستاذ زيان المنصق لنا قال لنا أنه سيدعم كل دام وعطيناه بارة ميش دينا التي سنشغل عليها قال لنا صافي أننا سنعطيكم الدام ونحاول أن نتعاول معكم ليس مشكلة من بعد أننا كنت أكتشفوا أنه لم يكن لدي دعم لأول من كان نعيط الأستاذ زيان وكما نتحاول معه يعطينا وعود فارغة لم يكن شيئا منها أصبح قلو 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 أنه لم يكن من 2018 الآن قلو أنه لم يكن 100% ولكن لم يكن 50% لدينا نأخذ الدعم من أشخاص التي تخيرهم وما كانوا يدعمونا في المشاريع دينا كانوا يدعمونا في المشاريع تنموية في المنطقة تنماغ أو جهاز داربي دستاش كنا في عمل جمعوي عمل خيري عمل ثقافي عمل اجتماعي كانت غير بعض الأمور لأشخاص كانوا يشكرون من هذا المر برادة وما كانوا يدعمونا فقط أما بإطار ما هو حزبي ما كانش الدعم قاك يوصلنا نعم سيئ نورش هدو الحالة هدوش حالة خاصة بالحزب حالة فريدة من النوعه أنه يلقى القطاع العارض دير الشباب الذي يشكله واحد القاعدة واسعة من الحزب لا يشتغل ومجمد صنظيمين وشهد نفس الأمر كان من نسبة الباقي الهاياكل دير الحزب الهاياكل كله كله جندا رمي هدرت على قطاع الشباب خرجنا بالحركة لندعمونا بالشباب القطاعات كلنا ميتة وكانوا واحد للستاتيو اللي تنقولوا انستاتيو موغ صافي ميت ما كان تشي حاجة ما كانش الجديد حزب ديكور رأى حزب أما ديكور الدينامية الحزبية والسياسية والحركة الإدارية ومختلفة تنظيمة ما كانش هذا الشي اللي يخلى الحركة تخرج الحركة التصحيحية من أجل تغيير والإصلاح لتطوير العطاء وتغيير المواقف العملية على أرضية أرضية الملعب السياسية ما تقول الملعب لأن الطريقة دي الخدمة وطريقة دي التوجه ما كاناش كان واحد مريح تعطي قرارات نعس نود قول قرار هنا ولد الخرقات حيث ما كان لا استشارة لا استشارة للقيادات لا استشارة مع المجلس الوطني لا استشارة مع المناضلين والمناضلات الناس صافي يوصل بهم السيل إلى الزوبة وش مكانش في ظل هالجمود التنظيمي أصوات اللي كتعبر على وجهة نظارة داخل منتها عضو قيادة في المكتب السياسي مفرض أنه يوصل الصوت مباشر المعنى بالأمر الذي هو زيان نحن عبرنا رحنا عبرنا وقالك الترد كيف كيف عاجة أكثر من هذا الشي تخرجتي بقرار قرار اتهمتي أو أسأتي إلى مؤسسة مؤسسة دولة عندها تاريخ عندها 12 القرن اللي هي تتخص المغاربة كلهم وخرجت انتا كحزب ما عندك والو أصلا تحاصيلة سياسية ما عندكش ما عندكش جماعة ما عندكش مجلس مدينة ما عندكش برلمان ما عندكش مجلس مستشارين أساسها نقلن لها كل احترام والتقدير والشعب المغربي كاملت كل احترام هذي شنية هذي هذي ماشي حماقات إذا نحن من خرجنا كعادة عن كتب سياسي لدينا الحق من تخرجتي بالاغ وقلت هذي البالاغ فلان فلاني هادا هاللي ذننا ولي ذننا قلنا لك أستاذ الله يجزيك بأخير نحن ما كناش قلت الطرد يعني الشيطانة أستاذ خوانا أنا كانت الخيانة بالنسبة لك القيادة الحاكمة كانت الخيانة هي احترام المؤسسات والوطنية يعني عشان قولك انت إنا كاز غنحطك كينا كاز غنحطك إنا خانا هذي المشكلة لأستاذ لأن شنو ما كيش استشارة ما كيش هذا انت بغت تاخد قرار سمعني بغت تاخد قرار ودوز بالقنوات هذا العيد عن المجلس التنفيذي مكتب السياسي وقل لهم نحن ناخد واحد قرار هذا القرار دير واحد مؤسسة هذي هذي مؤسسة هذي أنا ما خدمتش عندنا في حزب رحنا نحن نخدم على رأسنا هذيك مؤسسة كبيرة تعين سيدنا الحزب يخرج الشارع يأطر المواطنين في ميخص تشغيل والتطبيب والتعليم وما إلى ذلك الإكرهات ديال ويومية والجتماعية والسياسية والرياضية إذا أنت ستخرج قرار كبير بحلقة وكل واضح لأن مؤسسة ديال مغرب كامل من طنجة القويرة عاية الوسائل الإعلام جاي يا حل تنضع الشفافية نحن حزب تنضع الليبيرالي وانفتاح والثقافة واحترم الرأي والرأي المخالف إذا عاية للناس عاية للناس عاية الإعلام يأتيوا كمي حاضرين كل اختلاف التوزوات ديالهم يقولوا حاضرين باش تكون عندك الشفافية يا كاوسة تقول أنا تمغي الشفافية والدفاع الحقوق وما إلى ذلك والحق في المعلومة وهاتينا حق في المعلومة هنا عاية لها من وسائل الإعلام وعاية المجتمع المدني والجمعية الحقوقية وعاية النقابات ممتلين ديالهم وقول ده بغا نخرج بواحد قرار وصيغوا ده بالقرار وكتبواه سينيوه في محضر في محضر رسمي وفرقوا على وسائل الإعلام والمعنين بالأمر ديك ساعة غنقولوا را عندك شجاعة الأدب يوم معنى فاش خرج دينا ما مخرج محضر ديال الحضور ما مخرجوش ونشح المرة وغنعود هذا منبر الحر وعطينا المحضر عطينا المحضر ولا خرجتنا المحضر أمان من رأي العام أنا مستعد نتقبل استقالة وقاية غير قانونية لذلك يدير الطرد نتقبل استقالة ونوقف الحراك نعم نحن نعود الحراك ونعود القرارات التي أصدرها بخصوص الطرد وحقكم وحق عدد من المنادرين نتقلوا لسي جابير بالنسبة لكم أنتم كشباب هذا الوضع الذي تكلم عنها سي بن مجمع هو عضو قيادة داخل الحزب كيف تشكت دولها كيف تشوفوها كيف تنظروا لها نحن هذا الوضع الذي كنا نرى الذي قال كل هذا السيد الدكتور أنوان بصراح نحن مع الموقف وكنا ندوله وكنا نقوله أنوان عنده الحق عنده الحق قيادة دينا أنوان عنده الحق ونحن نحن نحن معه في طرح دياله لأن قاعدة كشيري قال كنا نشوفوه على عرض الواقع وش مكروب عن قلبي أنه هذا القطع الشباب دي الحزب هو التحق بالحركة صحية نحن التحقنا بالحركة صحية من أجل تغير لأن مشنا بالحركة صحية ندوله بأن يقول لشباب يكون ضرور يكون موجود الشباب على أقرار ونحن نضمينا اليوم ونحن نقول أن نحن في خندق واحد المطالب العاد المصروع من أجل التغيير نحن نحن في خندق واحد نعم بالنسبة للتغيير سبب المجمع طرحته مرتبط بهذا السنة 2020 أم أن أنه كان لأن يقول بأن تأخرته شيئا ما لأن الحزب من 2002 حتى الآن تقالب 18 سنة وباقي زيان هو رئيس الحزب أو المنسيق الوطني واش ملقاش الكفاءات لتصدى لي بهذا الشكل هذا طيوال هد تقالب عقدين دعوا أستاذ مجل الفرصة إحنا دعوا بحث شي شي تلميذ عندك في قسم تتحول معاه على طول السنة ولا كيف يتدي الخطأ تتحس بأنه غير صف الامتحان تقول حبس أرادك الدرس راه هلت فيه كأسول رغت ولغت وهان هاد ما قلنا احنا قلنا حبس السيد الخطأ هنا عندنا استخاقات الله يرحم بقي الأخطأ رباش باش نتفرغ للتوجه السياسي الحقيقي على أرض الميدان ونقوم بعملية تشاركية مع جميع الأحزاب والأشخاص والمؤسسات باحترام ونقودوا السفينة دي الحزب باستحقق القادمة بعقلية وبمنطق لا بقى تتخذ قرارات فرادية قرارات حمقاء قرارات غير محسوبة جاءت الوقت اللي غنحبسو هاتشي ميمكنش غندخل الانتخابات بهذا بتوجه هذا توجه خاطئ ما بني على باطل فهو باطل ومن تقول الخاطئ من هضرنا قلنا ونقود التوجه الخاطئ قالوا الطرد وفي البلغ الطرد بحكنا أنا سارة تحبت إني الترجم من مباشرة بعد تأسي سيك الحركة صحية مباشرة حدا حدا ما هو ما شغل قل كالسيدي هات الحركة لتأسي غير موجودة غير فيسبوك أه وأدميت أنها موجودة فيسبوك وأخي سيدي مع احترامتين الناس فيسبوك 13 مليون من الشعب المغربي في فيسبوك رغيروا شحوش رغيروهاش قادة كبار في السياسة وكانوا وضوح وساهموا في القبض على المجرمين وقطع الطرق أو بشريعة يعني إحنا لا نبخيص الناس حقوقهم ما تقلش يقول فيسبوك لأن الناس لأمرضها وعندهم الجرأة لما عندك تخرجوا الحقيقة نكونوا وقعين نتميذ تقاراتي الطرد ونضع الطرد مبني على الأسس يا كوسي مالغات في غير طردنا نحن ودرنا أخطاء نفريد نحن ودرنا أخطاء نفريد واستدعينا قنوة رسمية للحزب عيدنا المجلس التأذيبي رئيس الرئيس المجلس الوطني يقول لهم جوش أعداء جوش قادة منو عبدالربيه والأستاذ الكبير إسحق شرياق ارتكبوا الخطاء الجاسيم سأوقفوا عند الخطاء الجاسيم سؤال القانون تنطرحهم ما هو الخطاء الجاسيم انتم لم تريدون لم تريدون تمثل المؤسسات أنا قلنا لك لا أستاذ لا الحزب المؤسسات بعد علينا بالاحترام قلت لنا الطرد لم تلقيتون مع ابنات وتصورنا وتفضحنا ما لم تلقيتون في حالة ما هي لنقول وقلنا نحن سيدي عدنا احترام المؤسسات والوطن قلنا الطرد احترام وانت احترام غير قانوني لماذا اسمع البالغ اللي قالوا ما لن نرى أستاذ سأذهب معكم في منطق سأرى أقرب طريق بين جوج النقطات تصطر لن يتعرف شيحويج لا يبقى شيح رافلان لا لا انتظر الواقع اللي هنا في منطق اسمع البالغ اسمع البالغ اسمع البالغ اسمع البالغ اسمع البالغ ذكروا في البالغ 16 عضو من أصل 21 اسمع 16 عضو من أصل 21 عضوان من أعضاء المكتب التنفيدي يعني مكتب السياسي أجمعوا على قرار طرد كل من اسحاق شارية ابن عبد ربيه من عضوية الحزب يعني 16 عضو من أصل 21 يعني 16 عضو من أصل 21 واخر يعني زيما احنا ادنا 21 عضو ادنو ان هاد 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 القرار 16 عضو من أصل 21 هذا القانون الأساسي وهو دستور إذا نتحكم عليه جميعا داخل الحزب والذي يجب نحترموه لنوتي مثل السلطة العليا وهو القانون وقانون فوق كل شيء ولا حق لأحد فش يزيد فيه ولا ينقص فيه تريد 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 اجتماع وتريد اجراءات عديدة على تخضر هذا هو المحضر يجب أن يتعرف هذا يجب أن يتعاطف مع أحد يتعاطف مع أحد الذي يحطر القانون ليس يخرج القانون يقول 16 عضو من أصل 21 هذا قال لك في المكتب السياسي يجب أن يدعوه سمع سأحسابه هل أنظر أنظر هذا المكتب تنفيذي 1 جوج ثلاثة سأذهب 4 5 6 7 8 10 11 11 11 11 وما يقولون 16 من أصل 21 شكري سينينا المنسيق الوطني الأستاذ الكابير المحترم نحترمه رغم أن نحترمه نرى نسمع قولين لا تنعضوه ليد 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 لكن عندما تخطئ القليد تقول تتخطئ سألينا ها هي 14 عود 2018 القليز هذا محضب 11 أستاذ دعو لدي هذه لتعرف لا تنهضروا لا تنهضروا حقاوين 11 11 11 ومن 11 تمك تأجب إنه 21 في كينة 21 وش من صوب الخيال دي لكم ودول أنا أقول ليوني سيبان وغ سيبلون ماشي بيدك حلم هارمر 16 عود وار من أصل 21 بغني يباني وزعمك رغم مؤسسة كبراء راضي عندك 11 يكمع الدولة عارفك إنه عندك 11 سنزيد لنعطيك سيدي او تاني وحد حاجة باشتاء حنا باش نكونوا واضحهم هانت هانت هانعطيك هستيدي حيد 11 حيد مننا الأساة الساعد السهلي في جوية لداز حتى استيقالة ديالو اللي ما عزبوش قالك ما كيلة تجاوب لأولو ما كيلة عمل تشارو كلهم يحزنوا ومشيت بحالتي ومن حقه هو واحد التاني إسحق شاريا بن عبد ربي أنوار مشينا بحالتنا مشينا 16 من أصل 21 وقال 21 واش هذا تزوير او هذا تدليس او هذا ضحك على الدقون نزيدك واحد حاجة هادوك 8 اسمح لا ما كمل كمل اسمح فهذا القرار واش كنتو حاضرين أتناء اتخاذ القرار تأديبي او ما حاضرينش يعني واش دافعتو على نفسكم فهذا المجلس احنا ما كناش حاضرين اسم يعني تم اتخاذ القرار في غيابكم تاخذ القرار ابسة اتحاذ اتحدى 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 انا رجع لا pirates وحضر ابسة واخر واخر واحد المونبر عرفي بيكين عرف سبانيا إذا لم تتقاش تقول واحد الوزير تفطر صباحة في المغرب وتمشي نيوز زيلاندا وردت عندك نفس سبانيا من اللي كنت تتكلم على أنه مكنش ضبط قانوني لهذا العدد كيف تصدر القرارات باسم المكتب السياسي آخرها مثلا هاد الموقف لا كنت تكلمون الموقف اللي اتلت على خليفية ظهور الفيديو دي الزيال المنسوب إليه أو حقيقي أو ما صحش ولكن كنت تتكلم على أنه المكتب السياسي وعطى موقف دياله من خلال هاد الفيديو دي المنسق الوطني شوفو سيد وش هل هو يختالق بيانات أم أنه كيكتفي غير بمن حضر شوفو سيد أنا أعطيتك الحج والدليل نحن ما كناش حاضرين وتمطر ديالنا حيث تقولنا سي الله وماذا منكر نحن ما كناش وش بغيتين يمشين شا تزور أنا ما غاجيش تديمي مجيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم وش هاد الزور وش هل مش هاد الزور في شي حاجة؟ لا، طرد لا المكتب السياسي وإحنا من المكتب السياسي تقول تيه وعطينا الحجة وهاتوا برهانكم إن كنتم صديقين تجبيتنا الدليل الإثباتات تجبيتنا الدليل الإثبات تقولنا هابين اللي كان حاضر ومتعطيها الشرياسي دي كن واضح وبين ذاك الليبرالية دي كن في تعديل وما إلى ذلك أعطيها المواطنين كامل عن طريق رجال الأعمال عن طريق وسائل الإعلام ولكن ابني على منطق حقيقي دي التواصل الإيجابي انت قدرت قرار دي الترد سمعني يا أستاذ وأخي أنا غامشي معك قرار دي الترد باش نبني وما نكون فهمتين ما تكونش عندنا واحد عشوائية أنا غامتين الصراحية الدليل هو هاي الصراحية الدليل هو صراحية دي المنسق الوطني أنه ناطق رسمي أنه يقوم على الإشراف على السير عديد للحزب وما إلى ذلك أن له رئاسة التنسقية الوطنية يسهر على متابعة العلاقة العامة والخارجية وما إلى ذلك تمتيل الحزب لدى الهيئة الخارجية وما إلى ذلك أمير بالصرف رئاسة الجلسات المجلس السياسي الوطني منعقد الانتخابي رئيسا كما يختص المنطب لحزب التوقيع على لدى السلطات وما إلى ذلك يقوم على مستق بدنا تفيد مع قرار ديسكية الانتخابية الصدر وفينا قرار الطرد تم عندك الحق تفيد الطرد تم حطوط تعبد مأمور ياك ونمشي لك يا أخي البند 14 أنا أعطيك هاي هذه دي الرئيس ريبريك ستاق بونت ستاق ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقوم المجلس السياسي يعني المجلس الوطني يقوم المجلس السياسي بالبت في قرارات لجنة التحكيم والأخلاقيات بخصوص الإقالة أو أي إجراء تعذيبي هاي يقوم المجلس السياسي بالبت في قرارات لجنة التحكيم والأخلاقيات بخصوص الإقالة أو أي إجراء تعذيبي يعني وحولنا على المجلس السياسي حولنا على المجلس السياسي وحاكمناه ما عندك الحق نتكلموا في هذه الخروقات ونتقلوا اسمو حم جابيل أنتم كشباب تسمعوا أنه قيادات داخل الحزب يطالوا هذا التوقيف والطرد نتيجة إبداء الرأي دياله أنتم كشباب كيف تلقاوا هذه الأمور الأمور كلها واضحة وبينها هو أن قرار الطرد من طرف الحزب هو قرار ملغى لماذا لا تتبع المساطر الذين كانوا في الدستور الحزب لا يوجد المساطر ونحن نقول لك قرارات أحدية كما ذلك القرارات التي كانوا يخرجوا قبل وأن أحد إنسان يأخذ قرارات أحدية لا يستطيع المجلس ونقدر أن نقول لك أن نشك في هذه القرارات نحن نشك في الكثير من الأمور يقدر أن يكون تزوار ولم يأخذ المساطر في الدستور الحزب لم يأخذ المساطر إذن كيف أردنا أن يكون هناك طلب؟ وأن يكون هناك طرد أن يكون هناك طرد من المجلس السياسي وأن النور تغيير وأن يكون هناك طرد وأن يكون هناك طرد من أجل لحركة صحية ما تستهدف الحركة؟ ما تغيير الحزب؟ أو تغيير المنسق الوطني؟ أم تغيير القوانين؟ ما تريد أن تغيير بالضبط؟ الحركة تستهدف إلى التغيير والإصلاح التغيير في طريقة تسير إداري والعمل السياسي الأرضية الواقع والإصلاح طرد كلمتخادلين وإقالة الجميع الذين رتكبوا أخطاء جاسيبة هذه صراحة الناس اللي لا تخدمش والناس اللي تغادط على القرار العشوائي والناس اللي مست بكارمة مؤسسة لها تاريخ يتمشي بحالتها بلا من اللي جئوا القضاء هذا من حقنا لجئوا القضاء إحنا ما كناش وحطيتونا إحنا ما كناش خرجتو قارع إحنا ما كناش ودرتو محضر ما كينش من حقنا نمشيوا القضاء يك العادلة أم الجامع والعادلة تفصل بيناتنا أنا تنقول من هذا إما التحق بالحركة ونرى ما تنفرضوش على الناس الحركة ردرت الواجب ديالك وخدمت ومشت رغت جوز ديبال المجلس السياسي يعني المجلس قد نعقد المجلس الوطني اللي هو المحكام العليا هو اللي غيبت فات الخروقات وشكوين من اللي اللي أعليه الحق وليه الباطل أنا عارف الأطراف لها خرارة تجري وتتحاول تزور وتدير وتتفرق دزكيات وتتدير لكن لا عدنا الوقت والزامن محدود حيث قادرين بحقلانية وغانتبطوا الأمور هكا ولغيبت تحصل عليه شي تزوروا شي حاجة رهبين من المحاكيم نعم بنسبة لكي أخير سي جابر يعني بنسبة لكم كشباب كيف تشوفوا الأفق للحركة الصحية وشمش أنا فعلا أنها تمشي بعيد أم أنه ما زال خاصة خدمة كثيرة خصوصا في الشباب للحزب اللي كيشكل واحد القاعدة ووسيع أنا كنقول لك أن الشباب هو كما كنقول هو اللبين يدينهم وشامح أنا بالنسبة لي للحركة الصحية أنا كندعمه كل الدعم الحركة الصحية كنقول لك كندعمه كل الدعم لماذا كندعمه كل الدعم لأنه جاءت واحد من فهم بدي التغيير من أجل الإصلاح وهذا التغيير هذا للمسناء المسناء في أول لبين أنني هدرت مع أدسة الدكتور أنوار وإسحاق شاريا الحمد لله كانت واحد أمور إيجابية بالنسبة للشباب مستقبالا لماذا سأقول لهم ومركب القرار وإن شاء الله اللي لا يعني أنه يكون رئيس الحزب يكون إن شاء الله أمين ونحن ندعمهم كل الدعم يعني في دل الحال للدعم للشباب وش مكشف أن عندكم واحد مهم مجسيمة في إطار إحداث تغيير وإصلاح من داخل الحزب الحزب اللي البعض كيشوف بأنه كأنه تتري بسمية زيان 18 سنة هذين بعد الحزب الأول من التغيير عاوتين الإسم الثاني يعني بحالة البعض كيقول بأنه الحزب دل زيان ماشي دل تحت ثاني وراء فعلا علش عنا مشنا بطريق التغيير والإصلاح علش لأنه لأنه نبدأ تخلط بين ما هو شخصي وما هو مهني وما هو مهني وما هو حزبي فمتي يعني الرؤاتية ولتالضرب تشبكات وحنا بغينا الأمور واضحة فمتي وكان الناس اللي واخدين الحزب على أساس أنه ضيعة خاصة سنينة إذن سنغير الوجوه تغيير الوجوه جالة لحظة تغيير الوجوه تطبيق تعليمات السامية صاحب الجلال فيما يخص أعطاء الفرصة للشباب أنا من هذا المنبر الحر النازي تقول هذا بن عبد ربي أنا لا في مسئولية ولا أمانة عامة ولا في نسيقية ولا هم يحزنون أنا أريد شاب شاب اللي يطلع ويصعد وهو اللي يكون قدوة باش نكون قدوة لأحزاب الأخرى هنا تغيير هنا تنقلب على أفق جديد ديال الشباب ماشي ماشي ديال وحدهم وصلوا لواحد الدرجة ديال ديال نقدر نقول الغباء السياسي واللي في عندهم زيمر واللي خرجوا خرجوا قرارات عشوائية في ليمن وفي ليصر المؤسسات هالتعليم اعلم درنا اعلم فعلنا أنا دي وانا لا 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 هنا تتسمى فقدان البوصلة فقدان بوصلة العمل السياسي والتوجهي جال وقت لإنسان صافي حطوا لي كارتسور طابل احنا خسنا شاب شاب يمشي يكون قدوة الكل يلقع للأحزاب احنا دعنا التورة حقيقية تورة حقيقية لإعطاء المثال ديال أن المغرب الآن مغرب بلاد حضارة حقيقية في المجال السياسي صافي تغيير الوجوه وبركة لنزلوا ملوك طوائف عندنا ولو نأسيه ونأسه وتدخل برلامة تدخلوا نأس لأخر في الحزب عضوا عليه بقعي هزوا يدينوا تيتر في المحافظة يحسبوا لي ولا أرى هذا الحزب أرى جميع الشعب المغربي يعني قلس شوية خدمت نجحتي هي من نجحتي صلى الله يعون خليوا حضار يزيد هذه هي هذه التراتوبية وهذه هي توزيع الأدوار كل من روح حتى يأخذ نصر دياله أو إذا كانت شباب حتى ما تيتحركوا وشو الطاقة والمغرب داما رفوت 70% شباب يعني الشباب وماليخ يأخذوا المشعل سي بن بوجمع أنوار عضو المكتب السياسي الحزب المغربي الحر شكرا نزيل لك كنتم معنا في اللقاء سي محمد جابير رئيس القطاع دير الشبيبات الحزب المغربي الحر شكرا نزيل لك مشاهدين الكرام كنتم معنا شكرا